اشتركوا في القناة اشتاد شطرنج كبير وذلك بعد فوزه في مسابقة الاتحاد العام للشطرنج في برلين ليستحوذ بعدها على الساحة نجاح لم تدم حلوته طويلا في العام الف وتسعمائة وثمانية عشر اعتقلت الشرطة البولشيفية أوسيم خلال فترة دعيت بالرعب الأحمر والتي أدت إلى تأسيس الاتحاد السوفيتي وحكم عليه بالإعدام موتا بالرصاص والتهمة مستشار لرجال الأعمال وأصحاب البنوك كان الأمر وشيكا أوسيم يقف معصوب العينين مع غيره من المحكومين لإطلاق النار عليهم وهنا قام ضابط ذو رتبة عالية بطلب قائمة بأسماء المحكومين تعرف فورا على اسم أوسيم أستاذ شطرنج كبير سابق ولأنك لا تعرف كيف يساق لك الفرج عرض القائد على أوسيم خوض غمار لعبة شطرنج الربح سيتم العفو عنه وافق أوسيم على العرض وبالفعل هزم الضابط وكانت محبوبته هي أعجوبة نجاته شهدت حياته بعدها تقلبات كثيرة بين سجن وهروب بفقر مطقع رفقة عائلته إلى باريس معاناة من الاكتئاب لكنه رغم كل هذا عاد للشطرنج وهو يبلغ السبعين من عمره وحل ثانيا في مسابقة عالمية وكما كانت محبوبته طريقا نحو النجاة كان طريقا نحو الموت ففي العام 1962 قرر أوسيم المشاركة في أولمبياد اللعبة في وطنه الأم وهو ما كان ليمنحه فرصة العودة ولو لبرها إلى وطنه القديم وما أجمل هذه البرها ولكن وبينما كانت الطائرة التهبط في المطار أصيب أوسيم بأزمة قلبية لم يستيقظ منها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر